أهلا بكم أعلن بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة مقتل 89 تكفيري بشمال سيناء خلال الفترة الماضية قال البيان أنه في إطار الجهود المتوصلة التي تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وأيضا خلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 89 فرد تكفيري شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء كما تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة وأكثر من 5000 طلقة متعددة الأعيرة و34 جهاز لاسلكي وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز لؤية ليلية بالإضافة إلى جهاز كومبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة وأيضا مجموعة من المبالغ المالية وأيضا تم الاكتشاف وتدمير عدد 404 بوات نسفة على المحاور والطرق الرئيسية وأربعة أحزمة نسفة فضلا على اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية نجحت القوات في تدمير 52 عربة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء أيضا في إطار تجديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية وذلك من خلال رصف واستهداف وتدمير 200 عربة دفع ربعي بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها لاختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد يأتي ذلك بتزامن مع قيام القوات البحرية بتكفيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الاستراتيجية وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في البحرين الأحمر والمتوسط وبالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على 842 مزرعة بنجو ونبات الهايدر المخدر وأكثر من ألف مزرعة لنبات الخشخش أيضا نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقوتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الاستشهاد والإصابة ثمانية من أبطال القوات المسلحة هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من بدور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء وتنمية في كافة ربوع مصر شكرا لمتابعة حضراتكم لهذا البيان العاجل انتظرونا في المزيد من العواجل على تلفزيون اليوم السابع نطلع دائما بها مع حضراتكم والمزيد معنا بالنشرات الإخبارية والعواجل من تلفزيون اليوم السابع إلى اللقاء